موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيز الطالب أهلاً وسهلاً بك في حلقة جديدة نستعرض من خلال هذا الدرس الثالث من كتاب مادة الاجتماعيات للصف السابع بعنوان ملامح السطح في الوطن العربي لذا نطلب منك الحرص على المتابعة للاستفادة من درس اليوم تابع معي عزيز الطالب شكل رقم 7 مظاهر السطح في صفحة 37 من خلال الخريطة التي أمامك تلاحظ أربع مظاهر للسطح هي الجبال، السهول، التلال، والوديان نتعرف الآن من خلال نشاط رقم واحد في صفحة 37 الفرق والتمييز بين ملامح السطح الجبال تعرف بأنها كل ما ارتفع عن الأرض وله قمة لا يقل ارتفاعها عن ألف متر أما إذا قل ارتفاعها عن ذلك يسمى تلاً الهضاب، أرض مرتفعة سطحها مستوي وتمتد على مساحة كبيرة السهول، مساحة كبيرة من سطح الأرض تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها ومفردها سهل الوديان، منخفض طبيعي على سطح الأرض دعنا نتكلم بشكل تفصيلي أكثر عن الجبال في الوطن العربي من خلال صفحة 37 تتوفر لديك خريطة رقم 8 لاحظ من خلالها الجبال في الجناح الآسيوي والجناح الأفريقي في الوطن العربي أولاً الجناح الآسيوي لدينا جبل شيخ أدار في العراق جبل قاسيون في سوريا جبال الحجاز وجبال عسير في السعودية الجبل الأخضر في عمان وجبل الشيخ في لبنان أما الجناح الأفريقي يوجد جبال مرة في السودان جبال البحر الأحمر وهي سلسلة جبلية كبيرة تمتد ما بين مصر والسودان الجبل الأخضر في ليبيا جبال الأحجار في الجزائر وجبال أطلس وهي أيضاً سلسلة جبلية كبيرة تمتد ما بين الجزائر والمغرب نتكلم الآن عن الهضاب في الوطن العربي في صفحة 40 تعد الهضاب أكثر الأشكال التضاريسية تشاراً في الوطن العربي إذ تشغل مساحات واسعة تمتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب فهي تغطي بذلك معظم أرجاء الوطن العربي تنقسم الهضاب في الوطن العربي إلى قسمين هضبت شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وهضبت إفريقيا الشمالية وتلقب بالصحراء الكبرى تعرف معي عزيزي الطالب على أهم الهضاب التي تقع في الوطن العربي في الجناح الآسيوي والأفريقي من خلال الخريطة شكل رقم 9 في صفحة 40 أولاً الجناح الآسيوي هضبت بادية الشام في الأردن هضبت نجد وهي هضبة كبيرة جداً تقع في السعودية أما الجناح الأفريقي هضبت أفريقيا الشمالية وهي هضبة ضخمة جداً تمتد في ثلاثة دول مصر وليبيا والجزائر وأخيراً هضبت الشطوط وهي أيضاً هضبة كبيرة تمتد في تونس والجزائر أما السهول في الوطن العربي فتتنوع السهول وتتوزع على مختلف أنحاء الوطن العربي ويمكن أن نميز بين نوعين رئيسيين من السهول هما السهول الفيضية أي النهرية والسهول الساحلية أي التي تطل على البحار والمحيطات السهول الفيضية هي أراضي منخفضة التي تكونت من التربة والتي حملتها مياه الأنهار أما السهول الساحلية هي الأراضي المنبسطة التي تجاور سواحل البحار والمحيطات عزيزي الطالب من خلال شكل الرقم 10 في صفحة 42 تعرف على السهول المتواجدة في الوطن العربي حيث أن السهول الساحلية يمثلها اللون الأخضر وهي تطل على البحار والمحيطات أما السهول النهرية الفيضية يمثلها الخطوط الزرقاء على الخريطة وهي على الأنهار عزيزي الطالب من خلال نشاط رقم 1 صفحة 43 تعرف على اسم ونوع السهول التي تقع في الوطن العربي في الجناح الآسيوي والأفريقي أولا الجناح الآسيوي سهول نهر دجلة والفرات ونوعها فيضية تقع في العراق وسوريا سهول البحر الأحمر وهي سهول ساحلية تقع في السعودية أما الجناح الأفريقي فهي سهول نهر النيل ونوعها فيضية تقع في مصر والسودان وسهول المحيط الأطلسي ونوعها ساحلية تقع في المغرب وموريتانيا عزيزي الطالب من خلال ما تعلمته في حلقة اليوم أجب عن التالي أكمل الفرق هو كل مرتفع عن الأرض وله قمة لا يقل ارتفاعها عن ألف متر الجبل أرض مرتفعة سطحها مستوي وتمتد على مساحة كبيرة الهضبة مساحة كبيرة من سطح الأرض تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها السهل منخفض طبيعي على سطح الأرض الوادي أكثر الأشكال التضاريسية انتشارا في الوطن العربي الهضاب عدد ما يأتي أنواع السهول في الوطن العربي السهول الفيضية النهرية والسهول الساحلية حدد عزيزي الطالب على الخريطة أهم الجبال في الوطن العربي من خلال شكل ثمانية صفحة ثمانية وثلاثين جبال أطلس جبال مرة جبال البحر الأحمر وجبال الحجاز وجبال عسير حدد على الخريطة أهم الهضاب في الوطن العربي شكل تسعة رق صفحة أربعين هضبة الصحراء الكبرى هضبة نجد هضبة بادية الشام هضبة الشطوط عزيزي الطالب وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تمنياتي لك بالاستفادة وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر